اشتركوا في القناة وانطلاقة الشوط الأول والرئيسي لسن الحيل من مسافة الخمسة كيلو مترات انطلاقة موفقة وسليمة بعون من الله ثم بجهود اللجان المنظمة على أرضية هذا الميدان نسير وإياكم ونتابع الصدارة نتابع المركز الأول أرى الدرعية جار الله بنهديبان المري مع انطلاقة الدرعية على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني وتابع العنود مع المركز الثاني راشد بن سعيد براية المري يقدم لنا العنود المركز الثالث وصلت سيوف في هذه اللحظات عبد الرحمن بن سلمان بن حمد الاعتبي مع المركز الثالث المركز الرابع اللي وصلت على المركز الرابع تصل الرياضية مع سليم بن رويش دل جهني مع انطلاقة المركز الرابع المركز الخامس تصل طيف فواز بنمشرف الشمري مع انطلاقة المركز الخامس فواز بنمشرف الشمري مع المركز الخامس المركز السادس وتابع الحذافة دخيل الله بوفارس الغرش يقدم لنا الحذافة على المركز السادس المركز السابع اللي وصلت على المركز السابع تصل غزلان محمد بن عويض الجهني مع المركز السابع المركز الثامن تصل مثايل مع مبارك بن حميد العداني مع مثايل على المركز السابع في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق والمركز الثامن المركز التاسع اللي وصلت على المركز التاسع تصل في هذه اللحظات تصل صدفة مع انطلاقة جار الله بن محمد بن صرير من خلال الاسم المدون لدي في الكشف ولكن المركز العاشر اللي على المركز العاشر يصل تصل ما تهاب أبنى مبلش بن سفر المرزوقي مع انطلاقة المركز العاشر هكذا هي النتيجة للمركز العاشر المتقدمة ولكن لنا عودة مع الصدارة مع المركز الأول مع سيوفة اللي غيرت الأمور وانتغلت للصدارة بشعار التاريخ شعار عبد الرحمن بن سلمان بن حمد المغير الاعتابي مع انطلاقة سيوف على المركز الأول المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات اللي بجانب سيوفة نتابع 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 اللي رقمها محجوب عنه ولكن نتابع طيف على المركز الثاني مع فواز بن مشرف الشمري مع انطلاقة المركز الثاني وانطلاق الطيف المركز الثالث جار الله بن سعيد بن ديبان المري مع انطلاقة الدرعية على المركز الثاني المركز الرابع نتابع الأسماء الغدمة ونتأخر غليلا يا أخوي منيفة لكي نعطي كل ذي حق حقه ونكمل النداء الثاني للمراكز الخمس المتقدمة نتابع العنود راشد بن سعيد بالراية ولكن وصلت غزلان مع محمد بن حويض الجهني مع انطلاقة غزلان على المركز الخامس والمركز السادس من الجانب الآخر سليم بن روشد الجهني والمركز السابع اللي تحمل رقم سبعة ويا حالات الصدف مع انطلاقة مثايل مبارك بن حميد العديني والمركز الثامن أرى في هذه اللحظات الحدفة دخيل الله بوفارس الغرشي والمركز المركز التاسع اللي وصلت على المركز التاسع تصل مياسة العود مع وجب بن بندر العتيبي يقدم مياسة على المركز التاسع المركز العاشر اللي وصلت على المركز العاشر في هذه اللحظات اللي وصلت وصلت الشهامة على المركز العاشر ووصلت ما تهاب ولكن أعود للصدارة أعود للمركز الأول لكي أتابع أتابع الصدارة والمركز الأول هناك مع انطلاقة الثناء الذي بعد بينه وبين البقية بقياد الطيف اللي على الصدارة وعى المركز الأول في هذه اللحظات طيف مع الصدارة فواز بن مشرف فواز بن مشرف الشمري مع انطلاق الطيف على الصدارة وعى المركز الأول والكيف عن طيف اللي على الصدارة وعى المركز الأول وأبنى عروس الشمال أبنى حايل مع انطلاقة مع انطلاق الطيف وفي رصيدها سيارة هذه الذلول في ميدان القصيم صاحبة عوايد على الصدار يعني ياها للمركز الثاني والثالث ركز مع انطلاق الطيف اللي على الصدار وعى المركز الاول الكيلو متر الأخير والخطير والمثير بغيادة ابناء حايل مع انطلاق الطيف على الصدار وعى المركز الاول مع انطلاق الفواز بنمشرف بفواز بمشرف الشمري يقدم لنا طيف ولكن وصل بن عويض مع انطلاقة غزلان محمد بن عويض الاجهني مع المركز الثاني المركز الثالث وتابع الأسماء ولكن أعود أعود للصدار إلى المركز الأول إلى طيف اللي على الصدار وعلى المركز الأول حالات الشي تعلق على صاحبة عوايد وصاحبة إنجازات وتابع طيف على الصدار وعلى المركز الأول بغيادة بنمشرف مع انطلاقة الصدار فواز بنمشرف الشمري يقدم لنا طيف ويقدم لنا شعار على الصدار السلام إلى الشمال إلى عروس الشمال هناك بحايل سلام حايل سلام ميدان لمحنة سلام تحية واحترام لمالك طيف راع العوايد ما يخلي عوايد سلام تحية واحترام لفواز بنمشرف الشمري على فوز طيف وانتزاعها لناموس هذا الشوط المركز الثاني محمد بن عويض الجهني والمركز الثالث سليم برويشد الجهني مركز الرابع دخل اللابو فارس الغرشي والمركز الخامس ابنام بلش بنسفر المرزوقي تانينا والناموس لمالك طيف اشتركوا في القناة